تحياتي لكم يا موليد برج العزراء وخلونا نشوف أبرز الأحداث والتوقعات الفلكية لعام 2018 بالنسبة للمولود الترابي لكن السنة 2018 هي سنة ترابية حسب التقويم الأمري فمشان هيك هيدا بلاس هيدا إيجابية حيث أنه رح تكون طائد مولود برج العزراء تحياتي لكم يا موليد برج العزراء وخلونا نشوف أبرز التوقعات والأحداث الفلكية لعام 2018 كوكب أعطارد وهو الكوكب الأكثر تأثيرا خلال عام 2018 هو الكوكب الحاكم لموليد برج العزراء فمشان هيك تأثير رح يكون كتير إيجابية كتير والهائم لطائد وطموح برج العزراء وأيضا منسى أنه عام 2018 حسب التقويم الأمري هو عنصره ترابي ومولود برج العزراء أيضا ترابي فمشان هيك من الميلتين كالسنة كتأثيرات فلكية رح يكون حظوظ مولود برج العزراء كتير مرتفعة ويمكن حتى فينا نقول أنه هو الأكثر حزن خلال عام 2018 فمشان هيك أولا هنا على الصعيد العملية تطورات كتير حلوة أخبار مهمة رح تكون بانتظار مولود برج العزراء خاصة هنا عم نشوف بموضوع الشراكة في أشخاص رح يظهروا بحياة مولود برج العزراء بشكل مفاجئ يقدموا له عروض كتير مهمة رح يوتط علاقته مع المحيط بشكل كتير بارز عنده استثمارات كتير مهمة يعني كل مواضية اللي خاصة بالبزنس بالتجارة حتى يمكن هواية ما كانت شي قبل بالسنوات الماضية بتتحول إلى مصدر رزق إلى مصلحة يعني لهالدرجة رح يكون مولود برج العزراء مبسوط لهالدرجة رح تكون الفرص قدامه أمامه بس هون شغلة كتير مهمة أهم شيء أنه ما يدخل ويضيع بالنقد الزيت يعني مولود برج العزراء حذر ودقي وهون بصير يقول يحسب حسابات لكل ورد وشارتي وهذا رح تضيع الفرص لا يكون جريء يكون شجاع على قليل خلال هيدا العام لا يقطف الفرص الحلوة ويكون زرع 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 مش بس ناطر الحصاد يكون عم يقطف الحصاد بالشكل يعني المميز لكان نصف الأول جيد للزرع والحصاد ابتداء من شهر أغسطس يعني الفترة أغسطس وسعودا هي الفترة الأكثر ازدهارا رح تكون وخاصة على الصعيد المادة هوني ومشان هيك بيستفيد مولود برج العزراء من كافة الجوانب على الصعيد العاطفي هوني السعادة عم تملأ حياة برج العزراء عم أحس بتمييزه عم أحس إنه بمحبة الشريك لعلو العلاقة عم تكون كتير إيجابية حتى بالإنجاب هوني أولاد إنجاب توسيع العيلة كمان يعني الفترة كتير حلوة بالنسبة للأشخاص العزابة وهوني خلال شهر أبريل ويونيو كمان احتمال لقاء الشخص المميز النصف الآخر وتكملة العلاقة لتوصل كمان للارتباط هلأ نحن نحسب كمان الرابع الأخير من عام 2018 رح يكون كتير منيح للارتباط ابتداء من شهر تسعة على الصعيد الصحي يعني إذا من كل الجوانب أكيد الصعيد الصحي رح يتأثر بشكل إيجابي يعني كأنه ممتاز رح يكون إن شاء الله يعني فينا نحط تسعة من عشرة يعني لهذه الدرجة رح يكون مبسوط مولود برج العزراء بالنواحة الثانية فمشان هيك صحيا أيضا رح يكون مطمئن وأكيد يعني إن شاء الله كل أيام مولود برج العزراء تكون حلوة وخاصة عن هذا العام يمكن لانتظره من زمان لا يخطو خطوات مهمة لا يكون عنده رؤية خاصة فيه يقدر ينفذها يخططها ويطبقها وأنا بدي أتمنى أحلى وأكتر نجاح عن خطوات أيام حلوة لمولود برج العزراء وكل الخير وكل البركة وكل الاستهار وحركة الكويكيب النجوم بتقلكم موفقين ترجمة نانسي قنقر